في خبر آخر أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاعتزازة بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق قاد ذلك أثناء استقباله سمحت سيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي حيث أكد الرئيس المصري دعم جهود العراق لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه مثمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به سماحة السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق من جانبه أعرب رئيس تيار الحكمة العراقية عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس المصري على المستوى أو المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة ونعيد عليكم هذا الخبر مشاهدين أحيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسية الاعتزازة بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق جاء ذلك أثناء استقباله سماحة السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي حيث أكد الرئيس المصري دعم جهود العراق لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه مثمنا في هذا الصدد الدور البناء الذي يقوم به سماحة السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق من جانبه أعرب رئيس تيار الحكمة العراقي عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس المصري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك دور مصر كركزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل مؤكد أن تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر